هذا السؤال مهم في الحقيقة هو أن مع الدراسة عن بعد في هذه الأيام أصبح بعض الأهل يعني يساعدون أبنائهم في حيانا في الاختبارات وحيانا في الحفظ وحيانا في حتى في تعليم بعض الإجابات التي ترد فورأينا مقاطع يعني طريفة في مثل هذا الشأن لكن ألا يؤثر ذلك على التعليم الأولاد ومن ناحية الحكم الشرعي يعتبر هذا غش أم لا؟ أولا هو ليس غش في الحقيقة الغش طبعا هو يتصور في الامتحانات من حيث الأصل ويعني أنا أسميها حفيرة السؤال إذا سأل المعلم أو حتى الأب والأم أو المربي هو يريد من السؤال أن يحفر حفرة فإذا جاء الجواب كان متلقي فأحيانا مساعدة المعلم حتى في الدرس على الجواب هو الحقيقة السؤال يعني يجعل الحفرة فيجعل ما يستقر فيها بخلاف الأرض الملساة فلا يبقى فيها شيء ولهذا يقول من طريق العلم معاناته فموضوع الأسئلة تكون أثناء الدرس هذا بابها أوسع شوي منه في الامتحانات الامتحانات هي تقييم واستحقاق درجة واستحقاق شهادة يبنى عليها مرحلة لاحقة ويبنى عليها وظيفة فيما بعد فهذا لا إشكال فيه يعني لا إشكال في جوازه في حظمته هذا الحقيقة راجع إلى الجهات التعليمية الجهات التعليمية تقدره وتنبه المعلم وتنبه المعلمة والأب والأم ليس من المنازل حتى حل الواجبات اللي كانوا يمارسونها أبائنا وأمهاتنا أو يستعينون بصديق كما يقولون في حل الواجبات هذه لا تنشئ نشئ لا تنشئوا الحقيقة ولذلك كانوا يعلموننا أيضا يقولوا حل أولا حتى لو استعانى أبي وأمي بصديق هذا الصديق يقولك حل أولا هو يعرف العملية التربوية حل أولا حتى أعرف الخطأ والصواب فيقع الصواب موقعا صحيحا في قلبي وفي نفسي وهي المسألة التربوية فلذلك أنا أرى أن الوزارة تقوم بعمل توجيهات للأباء والأمهات في هذا وعليهم الاتزام بها والله أعلم